اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية ونبدأ برنامجنا من ابرز العناوين الهيئة علماء المسلمين حكومة بغداد تسادف مناطق حزام العاصمة بمختلف الاشكال والطرق المدى حملات ينظمها طلبة الموصل لعادة الحياة الى مدينة المدمرة كتابات امريكا تحذر الخاسرين في الانتخابات وسعيهم لابطال نتائجها الجزيرة نت آلة القتل في سوريا تحصد خمسة من الخوذ البيضاء العرب الجديد تقديرات بشأن قبول الروسي بشروط اسرائيل لبعد ايران عن الحدود مع الجولان القدس العربي الصين تستضيف الرئيس الايراني وسط شكوك بشأن الاتفاق النووي الحياة اللندنية مقتل عسكريين الروس في هجوم لداعش وتلويح دمشق بمعركة درعا يتراجع من العناوين ننتقل الى المقالات حيث وجدنا مقالة كتبة في متنه تجارب الشعوب والامم عبره تؤكد ان العنف في حسم الصراع والخلاف بين الاحزاب والجماعات ليس دليل قوة واقتدار وغالبا ما تقدم على اعتماد قوى معزولة تتحرك في الخفاء بعد ان تكتشف خواء برامجها وشعاراتها او ممسوسون مأجورون اخذ منهم اليأس مأخذا وعمليات العنف والاغتيال والتفخيخ هي تعبيرات عملية عن النزوع نحو تصفية الاخر واكراهه وانتزاع ارادته في اطار التزمت الديني والمذهبي وليس بمعزلع رفض مجتمعي وهذه الاسالي هي نفسها التي تستخدمها الانظمة الاستبدادية وشمولية والقادة المتوحدون المهوسون بالسلطة المغامسون في الانا وما تنطوع عليه من امراض وخيلاء واوهام العظمة والتفرد والاقتدار بحسب مقال نشرته صحيفة المدى عن الصراع الحالي بعد الانتخابات في العراق وليس للعنف والتنكيل واستباحة كرمة الانسان وتجريده من حقوقه وتشوفاته الانسانية دين او مذهب او عقيلة سياسية وقد اصبحت الوسائل الحديثة للتعبير عنها كاسلوب في الصراع كالتفجير والتفخيخ والكماء الاجرامية هوية لا تخضع للعزلة والفشل والعزل التي تحاصر الارهابين من احزاب وجماعات وتيارات وميليشيات وافراد لا يرى المجتمع فيها مخلصين او سياسيين يمكن لهم ان يكونوا في موقع المسؤولية ان القوى والافراد التي تعتمد الحوار السياسي البناء في اطار الشرعية الديمقراطية الدستورية لا تنتلك بالضرورة وفي الغالب وسائل الموت والتهيب والابتزاز لكي تستقوي بها في ترهيب الخصوم والمختلف معهم وهذه القوى نفسها وليس غيرها ترى في الدولة وحدها وسلطاتها المنتخبة صاحبة الحق المطلقة في ان تمتلك وسائل القوة والسلاح وحماية البلاد والجماعات والافراد والسهر على سيارة البلاد واستقلالها من دون تبعية او انصياع لغير ارادة الشعب وما تقرره صناديق الاقتراع انتهى الاقتراع في الانتخابات التشريعية رغم كل ما شابها من شبهات التزوير وخلافة لكن تدعياتها تظل اشباحا تثقوي بالسلاح غير الشرعي يتهدد امكانية الانطلاق من نتائجها المشوهة الكامنة باصلاح ما افسدته سنوات هيمنة الطبقة السياسية المتورطة بكل كبائر خيانة الوطن وقهر المواطنين ونهب انمال العامة رؤساء الجمهورية نائمون والكاريكاتير يظهرهم دائما حاملين وسائدهم بايديهم اما رؤساء البرلمان فيظهرهم مجرمين بحق الشعب فالقانون الفلاني سيؤصيت تم سنه في عهدهم وبوجودهم متربعين على قمة هرم السلطة التشريحية اما وزراء الدفاع فحدث ولا حرج فهم لم يفعلوا شيئا على الاطلاق هذه ليس رؤية وانما رؤية المتطرفين في النقد والذين لم يدرسوا علم الادارة ولا يعرفون الفرق بين السلطة والصلاحية عبدالخالق الشاهر يكتب عن صلاحيات الرئيس العراقي في الدستور رئيس الجمهورية عندما ينام فانه يعلم انه انصح فليس بيده شيء يفعله وبالتالي فاننا لو جئنا بهتلى الرئيس اللنام ايضا ولطبق المثل الشعبي اللي ما بخير نوم اخير اما رئيس البرلمان فلو جئنا بمسليني لما حقق شيئا بربطة عنقه او بنائبه كون دوره الواقعي هو عد وفرز الاصوات لثلاثمائة وثمانية وعشرين نائبا جاءوا حاملين اوامر ديوانية من خارج البرلمان ليدلون بها تحت القبة وهذه الاوامر المقدسة هي اوامر رؤساء الكتل الكبرى الذين هم بعادة لا يجلسون تحت القبة لانهم يعرفون قيمتها ويعرفون ان بامكانهم صنع القرار باجتماع بسيط على العشاء في منزل احدهم وقد يجلسون تحت قبة كافتريا البرلمان فيلحق بهم جنودهم اعضاء البرلمان او يزورونهم بين الفينة والفينة محاولين تغيير شيء دون جدوى لان بعض الاوامر اقرت خارج الحدود فيضطر رئيس البرلمان الى السفر خارج الحدود حيث المطابق السياسية المنتشرة في ضواحي المعمورة والويل له بعدها فلنترك لهم السلطة هذه المرة ان ينكانوا كي لا تكون شراكة الاخر التي هي بالواقع شراكة اذعان وفشل لا تفيد الشعب بل تضر به ايما ضرر لانه ان سقطت محافظة قال الشركاء وان ازكم الفساد الانوف صاح الشركاء فيا ايها الشركاء انتقدوا الى المعارضة وليشكل رئيس الوزراء المقبل ايا كان حكومته كما يرى بعد ان يغادر حزبه لانه القائد العام للقوات المسلحة هو من العيب ان يسمح لنفسه البقاء في حزبه لا يزال نازحوا بلدة جرف الصخر العراقية ممنوعون من العودة بعد نزوحهم عنها خلال عمليات ما سمي بالتحرير التي قادتها القوات العراقية بمساندة ميليشيات الحجد الشعبي منتصف عام 2014 تقرير لصحيفة العرب الجديد عن مأساة سكان جرف الصخر ويعيش اهل البلدة النازحون الى مدن مختلفة داخل مخيمات ومعسكرات النزوح ظروفا اقتصادية صعبة ونفسية عصبية فلا يسمح لهم بالعودة الى جرف الصخر التابعة تنظيميا لمحافظة بابل على رغم من اطلاق برلمانيين وسياسيين وعودا كثيرة بعودتهم خلال حملاتهم التي سبقت الانتخابات البرلمانية التي اجريت في الثاني عشر من مايو ايار الجاري تلك الوعود التي لم تكن سوى دعاية سياسية ويقول قحطان الجنابي وهو اربعيني نزح مع اسرتهم من جرف الصخر قبل اربع سنوات ويسكن حاليا في شقة صغيرة في منطقة تابعة لمدينة كربلاء جنوب العراق تعبنا من هذا الانتظار حيث خرجنا من منطقتنا قالوا لنا ان الامر يستغرق شهرا واحدا ثم نعود الى ديارنا وها نحن نستقبل العام الخامس والوضع كما هو نازحونا ومصالحنا معطلة واوضاعنا سيئة ويوضيف في حديث مع العرب الجديد النازحونا بعد تعبهم من الانتظار والاهمال الحكومي ذهبوا الى جرف الصخر لكن القوات العسكرية منعتهم من الدخول الى بلدتهم لتفقد البيوت والمشاءات الحكومية فيها ولا نعرف تماما على من انتصر تلك القوات ربما على المواطنين يشار الى ان ناحية جرف الصخر من بين المناطق التي شهدت تغيرا ديمغرافيا كبيرا بعد تهجير سكانها وجميعهم من مكون واحد ولم تتم الموافقة على عودة السكان بعد انتهاء العمليات العسكرية فيها وضعت واشنطن وطهران الدول الاوروبية تحديدا بريطانيا فرنسا والمانيا بين المطرقة والسندان فالانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي تسبب في تعطيله عمليا لماذا؟ لان المشكلة التي اراد معالجتها كانت اساسا ولا تزال بين البلايات المتحدة وايران صحيح ان دول مجموعة الخمسة زائد واحد شاركت في مفاوضات تهدف لاقصاء الخطر النووي الايراني ولم يكن هذا دافعها الوحيد جميعا بل كانت ترصد في الاثناء الخطط السياسية والتجارية المستقبلية بحسب الكاتب عبد الوهاب بدرخان في مقال بصحيفة العرب القطرية لم يحصل التطبيع وتبخرت المشاريع والسياسات التي امنت ادارة بارك اوباما في تحريكها مع ايران لذا كان من الطبيعية يفكر اي رئيس الامريكين جديد دونالد ترامب او سواه في عالة النظر في الاتفاق لكن اسلوب رجل الاعمال الذي اتبعه ترامب مربك لانه غير مألوف في الدبلوماسية والسياسة الدولية ولانه مرتبط دائما بشبكة مصالح خارج مؤسسة الحكم وعندما حرد مهلة للأوروبيين كي يقنعوا ايران بتعديل الاتفاق كان يعلموا بانهم لن ينجحوا بل ان اصارهم على انقاذ الاتفاق بعد بينهم وبينه وهو ما اعتقلت طهران انها يمكن ان تستغله لتعميق الهوة بين الحلفاء الغربيين كان المسعى الامريكي ليقنع ايران هو الوحيد المجدي غير ان ادارة ترامب استبعدته تماما في مقابل التعجيز الامريكي جاء التعجيز الايراني الذي استشعر الاوروبيون في الشروط الاثنتين عشر التي اوردها مايك بومبيو خطر مواجهة اقليمية لكنهم تفادوا الخوض فيها اولا لانهم موافقون مبدئيا عليها ولو بلهجة غير اشتراطية وايضا لا يحبط التحضيرات لاجتماع فيينا وهو الاول لدول الخمس الموقعة على الاتفاق والواقع ان كل ما تستطيعه هذه الدول وما فعلته حتى الان اي الاستمرار في الالتزام بالاتفاق واعتبار بقائه افضل من الغائه وزاد الاوروبيون عروضا لحواف زمانية نظر المواجهة الواسعة والمباشرة في المنطقة نضجت ظروفها وهناك ما يشبه الاجماع على انها حتمية على رغم ان لا احد يرغب فيها فتيل التفجير قد يشعله حادث عرضي او خطأ في الحساب او في اسبوع الحالات شعور احد المتصارعين بان لا خيار سواه للخروج من هذا المازق وهذا الاستعصاء السياسي الكبير يكتبه الكاتب جورج سمعان في صحيفة الحياة اللندنية ليس في الافق الان ما يشير لاحتمال نجاح الدول الاوروبية في اشتراح صيغة يمكن ان توازن بين موقفي كل من الولايات المتحدة وايران وترضيهما معا وهي لا ترغب بالطبع في خوض حرب اقتصادية مع ضفة اخرى من الاطلسي ولا تملك اصلا وسيلة ناجعة لمواجهة سياسة العقوبات وليس بمقدورها تاليا استجابة شروط المرشد علي خمناء للحفاظ على الاتفاق اضافة الى رغبتها هي الاخرى في مناقشة سبل تقييد برنامج طهران الصاروخي ووقف تدخلاتها في المنطقة العربية على رغم هذه الصورة القتمة لم يغلق رافع المطالب والشروط مبديا باب الحوار التشدد ورفع السقف وسيلتهما للضغط وتعزيز المواقف والمساومة مبدئيا لكن السؤال كيف سيحدث اختراق هذا الاستعصاء ومن سيدفع بالدبلوماسية الى المقام الاول المطالب الامريكية تضع الجمهورية الاسلامية امام خيارين احلاهما مر فان هي رضخت تجازف بخسارة كل اوراق القوة التي تملك الامر الذي يهز تركيبة النظام واهله وان هي عاندت واجهة حصارا قد يفاقم مشكلاتها الاقتصادية والاضطرابات الداخلية يحتاج نزع الفتيل الى انعطافة لا بديل منها والى قرار باعادة الحياة الى سياسة دودية واقعية نشطة ومتعددة الاطراف من اجل تسوية الازمات المشتعلة ما فاقم الاستعصاء ترابط الازمات المعلقة من سنوات من اليمن الى سوريا والعراق وغيرها من دول المنطقة واد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي والمطالب التي رفعتها الى ايران الى شد الرباط بين هذه الازمات ان الحفاظ على كرامة الانسان وتحقيق التنمية العادلة المتوازنة امران متلازمان حيث يواجه سكان منطقتنا جملة من التحديات غير المسبوقة والمتشابكة تتضمن الصراعات الممتدة والحروب والنزوح البشري غير العادي هكذا كتب الحسن بن طلال في مقال بصحيفة العرب الهندنية التباين السياسي في منطقتنا والصراع الذي نرى اثره العسكري والاقتصادي والاجتماعي يفت في جسدنا الواحد ويفوت علينا الفرص لتنمية انساننا العربي والمتصارعون لا يتأثر قرارهم بالمعاناة الانسانية ولن تتغير المواقف بسبب حجم المعاناة والتخندق يضعنا امام واقع لا يحتمل الانتظار بل يتوجه نحو المزيد من الاختناق والتشردم ان ما يزيد المشهل تعقيدا هو الاستبار في التركيز على الحل العسكري لمواجهة القضايا وضعف المؤسسات الاقليمية وغياب استراتيجية اقليمية واضحة ولا بد من العمل في مسارين الاول يعزز الهوية العربية لحماية الامن القومي العربي وهنا اضيف الهوية الحميمية وثاني لتعزيز كرامة الانسان العربي من اجل تقوية مناعة الدول من الداخل لا يمكن ان نستمر في دور المشاهد لهذا الفيلم المرعب دقيقة تلوى اخرى ونكتفي بالانتظار ليس كل ما نشاهده يعكس حجم المصيبة اصلا لان هناك انتقائية فيما تختاره العدسة وانتقائية فيما يبرز عند البحث في جوجل وانتقائية فيما يصل اليك ولا يصل اليك من خلال حسابات تويتر او فيسبوك وانتقائية في الخبر وفيما يقوله المتحدث هذا او ذاك وانتقائية ايضا لدى المتكلم والكاتب وتكلفة ايصال معاناة ملايين البشر لالف شخص فقط مكلفة واذا لم تكن لديك ميزانية تسويقية واعلامية يكون الموت خلف الاضواء بعيدا عن الجمهور هنا وهناك وفي كل مكان اشتركوا في القناة اعتاد الناس على كون حاملة الطائرات تطفو على سطح الماء شقة البحار او المحيطات لكن الولايات المتحدة الامريكية بصدد ابتكار ونشر طائرات صغيرة مسيارة تسير باسراب تهاجم العدو وتعود لحاملاتها التي ستحلق بصمت في الاجواء وكأنها مركبة فضائية فأي ابتكار امريكي هذا في هذا الاطار يقول الكاتب براد هاورد في مقال تحليلي نشرته مجلة The National Interest الامريكية ان وكالة مشاريع الابحاث الدفاعية المتقدمة التي غالبا ما يشار اليها باسم جناح العلوم المجنون في وزارة الدفاع الامريكية اعلنت انها تخطط لازار نظام طائرات مسيارة من طراز جريملين بيد ان هذه الطائرات الصغيرة الموجهة عن بعد ستنطلق من طائرة الام المحلقة في الاجواء فتؤدي المهام المطلوبة منها وتعود الى الطائرة الام من جديد والتي تعد بمثابة حاملة طائرات تحلق في الاجواء لا على سطح المياه في البحار او المحيطات قبل الختام اليكم بعض صور الكاريكاتور التي انتقناها من الصحف العراقية والعربية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة